أعلن وزير الصحة جعفر علاوي أن الأعداد في العراق ما زالت مقبولة وعلاجاتنا أثبتت نجاحها مع تزايد حالات الشفاء وأكد علاوي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ممثلة بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي جينن هينيس بلاسخارد لدينا استعدادات كاملة في حال تزايدت أعداد المصابين بكورونا من جانبها دعت بلاسخارد العراقيين إلى الالتزام بالتوصيات الصحية وقرارات خلية الأزمة وأضافت أن العراق نجح حتى الآن في احتواء فيروس كورونا إلا أن التحدي مستمر كما دعت الممثلة الأممية العراقيين إلى الالتزام بقرار حظر التجول